بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في قراطك و قراط دكتور محمد فريق عيسى بصراحة أول مرة في حياتي هتكلم في موضوع ومن كتر المميزات بتاعت الدواء مش عارف هتكلم على ايه ولا ايه أنا بكلمكم النهارة عن حاجة اسمها ماكسليز ماكسليز شراب ده دواء موجود في جمهورية نصر عربية تصنيع شركة اسمها سانوفي شركة من الشركات المالتناشونل و الشركات العالمية لension disponible in alpha amylase اختول عشرين الفعالات اللي ب mare إن لبقى ايه دولة يمتbsاطعين من دول العالم نقول this werden alpha amylase ده المادة الفعالات الموجودة فيه الدوا ده مصنف أنه مضاد التهابات والتورم المادة دي تشتغل على التورم والألتهابات التورم يعني ايه ؟ بيدخل جوه الورم يعمل فيملوه لبروتينات الموجوده جوه وبالتالي يفقد النفذية بتاعته ونخلاص من الورم ده ده ببساطى جدا profile ونخلاص من الورم ده بسرعه طيبOkay! هو عشان ده الشهر بينفعيها للاطفال بس؟ لا ينفعيها للأطفال لا ينفعيها للقبار أولا اساسي للاطفال يعنيه تستخدمهم للاطفال ممكن لكن الكبار tragوانيك يمتن يخدوه؟ اللي انه يعرف انه لا معرفش يجوزه افضل أرز ينفع وخد المكسليز وهم يجوزها يستخدم المكسليز احنا كثيرا بصراحة دعينا نبدأ بأول شي طب بالفم والأنف والأذن والحنجرة التابات الحنجرة التابات اللوزاتين التابات الجوب الأنفية مشاكل الحاجز الأنفي التجميل سوف أعطبها الانف أنا أغني أن أصبح الأنف مشاكل البلعوم التابات البلعوم التابات الجزء الأول من الجهاز التنفسي التابات الأذن الوسطى كل ده شغال في المكسلس بيعالج التهابات دي او بيخش في العلاج معها عن مراضات الحيوية والادوية الاخرى ده بالنسبة لإيه بالنسبة للتهابات الانف والأذن والحنجر طيب اما اشتغل على جهاز التنفسي بيعالج بيخش في التهابات الشعب الهوائية بيعالج التهابات الشعب الهوائية طيب لو عندي مرض معدي المرض المعدية تبقى موجودة في الجهاز التنفسي ينفى المكسلس يخش مع المراضات الحيوية او مع عدوية اخرى في علاجها اي وردو بيستخدموه سواء كان للكبار سواء كان للاطفال. طيب في مشاكل الفم يعني ايه مشاكل الفم يعني اه اه مشاكل الاسنان الجزور خلع الدروس خلع الاسنان التهابات اللاسة تجميل الفك تجميل اه المشاكل اللي هي اصال الغداء اللي تحت الفك بستخدم معنا مكسلس شراب ايه طبعا بستخدم معنا مكسلس شراب بسهولة عن الهاجات دي كلها تحتوي على تورمات والاتهابات والمكسلس شغل حتة دي كويس يا جماعة كويس جدا. طب في الجراحات العظام بيستخدموه ازاي? الالتوقات الكسور التورم اللي بعد الجراحة كل ده موجود كل ده موجود. اه بيستخدموه كمان في حتة الاوطار مشاكل الاوطار. طب انا كمان بستخدمو انا والله استخدمتو مع ناس عندها حروق وعمل معهم نتائج هيلة جدا. ازاي? متحرفين طبعا الحروق بتعمل تورم وبتعمل الاتهابات شديدة جدا في الاماكن المصارة بالحرق ده. فمتستخدم المكسلس معها في هذا الامر. نستخدم المكسلس معها في هذا الامر. وبيعمل نتائج هيلة جدا من اول يوم كمان. المكسلس مفيش ليه اي عراجة نبية جماعة. ببنعملش اي مشاكل. بناخده مع اي حد. طبعا مع الحمل والرضاعة لان مفيش دراسات اتعاملت على الحمل والرضاعة. وطالبا احنا ناخد قاعدة عندنا كده طالبا ما فيش دراسات عملت على الحمل والرضاعة في اي دولة يبقى من الناس تبعد وافضل. لكن هو مفيش ليه عراجة جنبية الناس اللي بتسوق عربيات الناس اللي بتقف قدامنا كينات الناس اللي بتشتغل الناس اللي بتعمل اي حاجة في الدنيا. المكسلس مفيش معها اي مشكلة معهم. انا زي ما قلت المادة الفعالة فيها الفا اميليز ندور على المادة دي في كل حتة بقى ونبدأ ان احنا نجيبها من اي سيدلية جنبنا في اي دولة في العالم موجود الالفا اميليز هلأ اي هلأ ايه. جرعة المكسلس ايه. طب الطفل من هو صغير لحد سن تلات سنين ينفع ياخد مكسلس ينفع جماعة على فكرة في الشاي مشكلة خالص. يعني الطفل جاد ما يوصل ل 15 كيلو. لحد ما وصل لتلات سنين ينفع ياخد. ياخد كم? ياخد خمسة ميلي تلات مرات في اليوم قبل الاكل. ده الطفل الايه الرضيع. جادي تلات سنين. يعني الطفل تلات سنين ياخد خمسة ميلي تلات مرات في اليوم قبل الاكل. طيب فوق التلات سنين يعني من تلات سنين لاثنشر سنة بياخد ايه? بياخد عشرة ميلي تلات مرات قبل الاكل. ده الطفل ان هو من تلات سنين لاثنشر سنة. فوق الاثنشر سنة ده طفل حد بالغ يعني بدأ يبلغ. يقدر اديله حاجة اكتر من كده. اه ادر اديله بقى خمستاشر ميلي. خمستاشر من المكسليز ثلاث مرات في اليوم قبل الاكل ايه تاني ممكن نتكلم فيها عن المكسليز في حاجة تانية ممكن نتكلم فيها عنه المكسليز يا جماعة انا بعتبره انا بعتبره دواء سحري لعلاج حاجات كتير جدا جدا من هالالتهابات اي التهاب موجود في الجسم اي مشاكل اي تورم اي كدمة الكدمات اللي ان الطفل تخبط طفل وقع من على السرير ووقع على الارض فتخبط فتورم تدله مكسليز وانت مرتاح ما تخافش الطفل انت قاد في البيت ومعندكش اللي هو وعنده شوية التهابات في اللوزتين وحاسة ان الطفل من كتر اللي تخان قد تانية شعاف يبلع اديله المكسليز وانت مرتاح ما تخافش الطفل حاسة انه مدانك توجعه والدنيا عنده بيقولك مدانك توجعني وبيصرخ من كتر القلم وانت مش عارف تعمل ايه اديله المكسليز وما تقلقش لحد ما طرف دكتور او لحد ما تستسير الطبيب او الصيدال القريب منك المكسليز انا بعتبره حاجة كاملة حاجة كاملة موجودة في بيتك لازم ايه موجود في البيت ايام البرد اللي احنا فيها دي بتستخدمه كتير جدا مع التهابات الجوب الانفية مع التهابات الانف والازن والتهابات الشعب الهوائية بقدر كبير هو اشغال مع كل الاعمار وكل كل الطواقف مفيش منه اي مشكلة انا كنت اصدنا اتكلم معكم بسرعة كده عن المكسليز انا مطلتش عليكم لان هو فعلا يعني كتير انا شايف له استخدامات كتير جدا ممكن تشتريه وتشوف البنفل بتاعته الابتشرة الداخلية اللي جوه بتتكلم عن جيه لكن هو فعلا دا ويستانك تشتريه لخطوط بيتك يبقى حاجة عندك زي اسعفات اولية تسخدمه في اي وقت بيعمل معك نتيجة هاي لجيل دا ما تقلقش مفيش دكتور هيقولك متستخدموش انا مشاكل جدا لكم شكرا